السلام عليكم زيكو دكاترة عمديني يا رباكم بخير انا دكتور براهيم والفيديو ده هتكلم فيه كده عن شوية نصايح على السريع عن سؤال متكرر بيجي لي دايما وهو امتى احجز الامتحان يعني كتير من الدكاترة بتبعت للسؤال ده والسؤال ده صراحة يعني ممكن يعني اجاوب عليه بتلت طرق والتلت طرق مختلفين تماما وده على حسب يعني اللي بيسأل السؤال هو قصده ايه هل انت اصدك امتى احجز الامتحان من حيث هو انا جاهز الامتحان وقت او لا ولا الاجراءات الورائية هتاخد وقت قد ايه ولا امتى لو انا مثلا طالب ويعني عايز اشوف امتى ادخل في الامتحان في سنيني فلو خدناها يعني سؤال سؤال كده السؤال اولا يعني امتى احجز الامتحان عشان اكون جاهز بشكل كويس يعني انا دايما بنصح الناس ان هي تبدأ تفكر في الحجز الامتحان بعد ما تخلص الهيو السمالي يعني لاول مرة تمام يعني نخلص مذاكرة وبعد ذلك نبدأ نفكر في حجز الامتحان كثير جدا من الناس بتبدأ تحجز الامتحان قبل ما تبدأ حتى مذاكرة يعني عشان يحطوا نفسهم في وضع المذاكرة او يغصبوا نفسهم ان هم يذكروا او يلتزموا يعني من خبرتي الشخصية مع ناس كتير جدا في السنين اللي فاتت دي ما كانتش افضل طريقة تلزم نفسك بيها لا بالعكس ده هي بتبقى يعني استرس ازياد من اللازم عليك فما بنصحش دائما ان انت تحجز الامتحان مصبقا قبل ما تبدأ مذاكرة يعني فذاكر مرة اولانية ابدأ اعمل وليكن امتحان تجريبي وشوف الدرجة بتاعتك فيه عاملة ازاي وبعدين احجز الامتحان على طول ليه لان انت في المرحلة دي هتبدأ تفهم ان انت محتاج شهر شهرين تلاتة تباجع فيهم عشان تكون جاهز للامتحان يعني هو مش معنى الامتحان بصفيل فعنا خلاص يعني اللي هو ايه الموضوع بقى يعني ايه ابسط من لازم يعني هو الموضوع طبعا افضل من قبل كده ولكن برضو لازم نحط في اعتبرنا ان احنا يعني النجاح برضو في حد زيته يعني مش حاجة بسيطة مش اللي هو انا هزاكر شوية حاجات بسيطة كده ودخل وانجح وخلاص يعني فده اجابة السؤال الاولاني يعني طب السؤال الثاني الاجراءات تقريبا تاخد من حوالي شهر لشهرين يعني المفروض انها في اسوأ الاحتمالات تاخد شهرين الفترة اللي فاتت ساعت كان بحصل لاخبطات يعني كانت ممكن توصل لترى شهور ديت فترة ان انت من اول ما تعمل اكاونت على الاسف ام جي لحد ما تبقى تلاقي افلابل ديت وتحجزه للامتحان فحط في اعتبارك لو انت عايز تنتحن عليكم في شهر اتناشر يبقى تبدأ من شهر عشرة تحضر للموضوع يعني تمام يعني ده كده ايه بتاعه وبرده خلي نفسك دايما افديتد عن طريق ان انت تشوف الجربات والناس اللي حجزت قريب خاد معهم وقت قد لان زي ما قولت ساعات الوقت بيبقى اقل من كده مع بعض الناس وساعات الوقت بيمد اكتر من كده يعني دي كده القاعدة الاولانية والنقطة تانية كمان من بعد السنة تالتة ابدأ اه يعني ابدأ بقى يعني ايه خد الوقت الكافي اللي انت تذكر فيه يعني البوابة الاولانية ان انا اكون اصلا زاكرت لالي وسمة السب وان بشكل كويس خلاص انت زاكرت اي وقت بقى بعد كده تقدر تحكز الامتحان مفيش مشكلة وليكن مسلا ممكن في السنة الرابعة شوفت الناس امتحن في السنة الرابعة في سنة خمسة ممكن تمتحن في سنة ستة في امتياز يعني اه تمام ودايما خلي في اعتبارك حتة ان انا اجرب اعمل افلاين واشوف انا عديد في الان بم اي بشكل كويس ولا لا عشان اكون داخل الامتحان وانا اه متطمن يعني زي ما قلنا بره طب لكده ان الامتحان بتحجز عن طريق موقع يعني الموضوع الكترونيك بشكل اه 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 يعني كلي اه فبتحجز الامتحان عن طريق الموقع ده بتعمل اكاونت عليه وبعد كده بتمشي بقى ايه مع الخطوات بشكل كان ببعتوا لك اي دي وباسورد وتفاصيل اه ممكن بنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو اه تفصيلي ده كده يعني اجابة سؤال سريع اه ام 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 تحجز الامتحان وعندوك سؤالة ابعتها لي وانا ان شاء الله هبقى اعمل اه فيديوهات اه صغيرة كده نجاوب فيها على الاسلاء دي بالتوفيق ليكو جميعا